درس كثيرات الحدود كثيرات الحدود يا شباب تمام طيب وقلنا دائما أنه أي درس أخذناه أو رح نأخذ بإذن الله رح نبدأ من خلال رح نبدأ من خلال العنوان هذا أول شيء ليش لأن العنوان هو مدخل كل شيء غالبا طيب قلنا عنوان درس وعبارة عن كثيرات الحدود كثيرات الحدود أنا بيني وبين نفسي لما أجي وأفسر كلمة كثيرات الحدود كتفسير بينك وبين نفسك إيش تفسرها لما أقول لك كثيرات الحدود إيش معناتها فتقريبا نعم هي أكثر من حد هي عبارة عن أكثر من حد كثيرات الحدود هي أكثر من حد تمام إذا انتبقنا على هالنقطة أنه كثيرات الحدود هي عبارة عن أكثر من حد طيب تمام أنا عرفت أنه كثيرات الحدود أكثر من حد طيب إيش الحد ما هو الحد أو بعبارة أخرى مما يتكون الحد مما يتكون الحد قال لك الحد يتكون من ثلاثة أشياء يتكون من ثلاثة أشياء تمام؟ إيش الأشياء هذه؟ قال لك أولاً يتكون من ثابت يتكون من ثابت طيب إيش الثابت؟ قال لك الثابت هو أي عدد أي عدد في الرياضيات يسمى ثابت أي عدد يسمى ثابت مثل قال لك مثل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى خمية ألف مليون كل هذه تعتبر ثوابت إذن أي عدد يطلق عليه ثابت سواء كان موجب أو سالب سواء كان موجب أو سالب طيب ثانيا نتكون من إيش قالك ثانيا نتكون من متغير ثانيا يتكون من متغير طيب يا شباب إيش المتغير قالك المتغير هو أي حرف يطلق عليه متغير أي حرف يطلق عليه متغير طيب مثل قالك مثل X Y Z X Y Z تمام تمام إذن لحد الآن أخذنا شيئين من مكونات الحج أولا قلنا الثابت وهو أي عدد ثانيا قلنا المتغير وهو أي حرف مثل X Y Z طيب أخيرا أنا لما يكون عندي ثابت يكون عندي متغير إيش اللي باقي تحية هذه بها ثابت متغير إيش اللي باقي؟ قال لك الباقي هو حاصل ضرب ثابت في متغير حاصل ضرب ثابت في متغير بسجل أخرى حاصل ضرب عدد في حرف حاصل ضرب عدد في حرف أي ضرب مثلا 3 X 5 Y 8 Z طيب بعضكم كده أنا عرفت لحد يمما يتكون طيب لابد للحد يتكون من الثلاثة هذه سوالة ممكن يتكون من ثابت فقط ممكن يتكون من متغير فقط ممكن يتكون من حاصل ضرب ثابت في متغير ممكن بشرط أن يتكون منها جميعا طيب بالنسبة للأمثلة على حاصل ضرب ثابت في متغير 3 X إذا شاهدنا قدامكم من الصفحة 5 Y 8 Z بعضكم يقول كيف يعرف المضروبة تكلمنا أمس أيضا وقلنا لما أتيك عدد بجنب حرف وليس بينهم إشارة فالعملية عملية إيش الشباب ها اكتبوا عندكم في الشات لما يجيك عدد نعم صحيح لما يأتي عدد بجانب حرف وليس بينهم إشارة فالعملية عملية ضرب يعني أنا هنا لما أقول ثلاثة X فمعناته ثلاثة مضروبة إيش في الـ X وهنا لما أقول خمسة Y فمعناته الخمسة مضروبة في الـ Y وأخيرا أيضا لما أقول ثمانية Z فمعناته الثمانية مضروبة في الزد تمام يا شباب إلى هنا الأمور كلها تمام أيضا قلنا أنه في جدول في جدول خاص بكثيرة الحدود راح يعطى لك كثيرة الحدود وراح يطلب منك إكمال إكمال المربعات في الجدول طيب في أول خانة أعطانا كثيرة الحدود عبارة عن 9X تربيع ناقص X زائد 5 9X تربيع ناقص X زائد 5 وأعطاني أربع مربعات أو أربع فراغات أكملها أو أربع مطاليب وجدها اللي هو أولا أوجد الحدود ثانيا أوجد الدرجة ثالثا المعاملات رابعا المعامل الرئيسي طبعا أغلب الأشياء هذه نحن ما نعرفها فرح نضطر ناخدها خطوة خطوة تمام يا شباب طيب أول مطلوب مني أول مطلوب مني إيجاد الحدود إيجاد الحدود طيب الحدود تعريفة من خلال التعريف اللي أخذناها قبل شوي من تكوين الحدود أنه ثابت ومتغير وحاصل ضرب ثابت فيه متغير فيه معلومة أخرى أعطيناها أمس ورح تفيدك كثير في معرفة الحدود قلنا أنه دائما بين كل حد وحد في الحدود ركزوا معي في السؤال في السؤال لما يجيك السؤال لما تجيك المعادلة دائما ما يكون حد وحد يكون إثارها إما سالبة أو موجبة إما سالبة أو موجبة لكن أنت لما تجيب بين الحدود أو تجيبها في المربع الخاص لا الفاصلة تضع هانت تمام إذن خلونا نسترجع مرة ثانية يعني عندك أنا 9x تربيع ناقص x زائد 5 أنا حالياً ما أعرف يشي الحدود ومطلوب مني إيجاد الحدود وأبغى أوجدها شلون أوجدها قال كبدا فيه طريقة بسيطة جدا ترى دائماً بين كل حد وحد إشارة إما سالبة أو موجبة إما سالبة أو موجبة يعني يجي هنا الكثيرات الحدود هاي 9x تربيع ناقص x زائد 5 إيش الحد الأول يا شباب إيش الحد الأول ها مكتب قدامكم نعم صحي 9x تربيع 9x تربيع وأيضاً كتبنا في مربع الحدود 9x تربيع هاي شباب نضع بعدها هايش فاصلة نضع بعدها فاصلة طيب الحد اللي بعده الحد اللي بعده السالبة x وقإ طيب تلاحظون شي هنا بين 9x تربيع والسالبة x يش الفرأ 덜 بينهم في السؤال ركزوا معي 9x تربيع ناقص x إيش اللي بينها نعم إشارة سالبة إشارة سالبة إشارة سالبة إذا قلنا لوں الحد الأول عبارة عن 9x تربيع وجدنا طيب الحد الثاني إيش الشباب ثاني أو ما عليش قبل أن ننتقل لحد الثاني قبل أن ننتقل لحد الثاني حنا قلنا أن الحد الأول عبارة عن 9x تربيع وكتبنا هي 9x تربيع طيب التسعة 9x تربيع هذي تندري تحت أي قاعدة يا شفا من القواعد الثلاث هذي هل هو ذابت ولا متغير ولا حاصل ضرب ثابت متغير ها نعم صحيح هذا حاصل ضرب ثابت متغير ليش؟ لأنها 9x تربيع التسعة عبارة عن ثابت والx تربيع عبارة عن متغير وهي مضربة في بعضها فإذن 9x تربيع تندري تحت عبارة حاصل ضرب ثابت في متغير لأنها عدد مضروبا في حرف لأنها عدد مضروب في حرف تماما شباب تكمل عافية على التفاعل طيب وللمعلمية ترى أي طالب متفاعل محفوظ اسمه محاضرة كلها مسجلة وارجع لنا بعد المحاضرة وأقيم جميع الحد تربيع طيب إذن عرفنا أنه أول حد هو عبارة عن 9x تربيع 9x تربيع إذن الحد الثاني إيش يا شباب إيش الحد الثاني سالب x نعم سالب x طيب سالب x يندري تحتها قاعدة ها عنده معلومة نعم صحيح متغير سالب x يندري تحتها قاعدة متغير ليش الجميع تبقى عنده متغير طيب ليش متغير نعم صحيح لأنه حرف لوحدة لأنه حرف لوحدة تمام تمام معتك ملعب يا شباب إذن نضع سالب x ونضع بعدها فاصلة ما عليش فاصلة طيب الحد الأخير وإيش يا شباب اللي باقي نمعدة هذي كاملة إيش اللي باقي ها باقي الخمسة نعم صحيح باقي الخمسة طيب إذن الحد الأخير هو عبارة عن عن الخمسة طيب الخمسة تندري تحتها قاعدة يا شباب نعم صحيح ثابت ليش ثابت كلام الجميع ممتاز ثابت طيب ليش ثابت ممتاز نعم صحيح خمسة ثابت ليش لأنها عبارة عن عدد إذن تمام يعطيك من العابة يا شباب كثيرة الحدود الأولة 9x تربيع ناقص x زائد خمسة أوجدنا حدودها بحيث أن الحد الأول عبارة عن 9x تربيع وهي تندري تحت قاعدة إيش حاصل ضرب ثابت في متغير لأن 9 في الx طيب وضعنا فاصلة أيضا للحد اللي بعده للحد اللي بعده سالب x سالب x وهو يندري تحت قاعدة متغير لأنه حر نضع أيضا بعد فاصلة للحد الأخير هو خمسة عبارة عن خمسة وهو يندري تحت قاعدة الثابت يندري تحت قاعدة الثابت ليش؟ لأنه عدد طيب بعضكم راح أسهل يا شباب راح يقول طيب هل أنا مثلا مطالب في الاختبارات مثلا أني أقول أن الحد هذا يندري تحت قاعدة الثلانية مثلا يندري تحت الثابت أو متغير أو حاصل ضرب ثابت لا لا ما يندري تحت ما راح أطالب كنت تبين التبين هذا ولكن أنا لما أمثلك حاليا وأقول لك أن دري تحت القاعدة الثلانية فعشان ترسخ المعلومة في دهنك فقط لا غير تمام إذن أول مطلوب اللي هو الحدود أوجدناها أول مطلوب اللي هو الحدود أوجدناها يعطيك من العافية إش المطلوب اللي بعده هيا شemat الدرجة المطلوب المطلوب اللي بعده الدرجة طيب أوكي أنا بما أني هذا أول درس أأخذ في الرياضيات أنا يش عرفني الدرجة ما هي الدرجة وإش الدرجة بالعامية يعني نضع سوار أو ملاحظة ما هي الدرجة ما هي الدرجة أبقا تعرف الدرجة قبل لا أعرف الدرجة هي بنفسها الدرجة الدرجة هي هي أكبر أس في المعادلة نعم صحيح هي أكبر أس في المعادلة تمام يا شباب إذن الدرجة هي أكبر أس في المعادلة الدرجة هي أكبر أس في المعادلة قبل لا أكمل قبل لا أكمل في عندي نقطة راح أوضح أنا من خلال خبرتي مع الطلاب اللي قبلكم في ناس عندهم مشكلة ما يفرق بين الأس وبين المعامل تمام فرح أعطي مثال قبل لا أكمل راح أوقف ورح أعطي مثال على الأس وعلى وعلى المعامل عشان يكون في التوازن في المعلومات طيب إذن مثلا X Y Z هنا مثلا الذي يأتي فوق الحرف يسمى أس هنا يجي فوق الحرف يسمى أس يجي فوق الحرف يسمى أس طيب تمام إذن الأس يأتي أعلى الحرف الأس يأتي أعلى الحرف طيب اللي يجيب جب الحرف ماذا يسمى؟ هنا هيا شباب معامل معامل هذه عشان ما أحد يجي شباب يقول إيش الأس وإيش المعامل الأس يأتي أعلى الحرف والمعامل يأتي بجانب الحرف لابد الورقة هذي بعد نهاية الدرس رح أصورها ورسل الفقروم تمام يا شباب؟ فأنت تركز مع خطوة بخطوة عشان تعرف المور كلبها تمام؟ إذن الأس يأتي أعلى الحرف والمعامل يأتي بجانب الحرف عشان نفرق عشان نفرق بين الأس والمعامل الأس يأتي أعلى الحرف مثلا X أس Y أس Z أس أما المعامل يأتي بجانب الحرف يأتي بجانب الحرف معامل الأس معامل الواي معامل الز تمام يا شباب؟ طيب نرجع نرجع نقطة الدرجة قلنا الدرجة هي أكبر أس فيش في المعادلة هي أكبر أس في المعادلة الدرجة عبارة عن أكبر أس في المعادلة طيب أنا أجي لمعادلة وأقراها من جديد وأشوف أكبر أس وأختارها على أنه هو الدرجة على أنه هو الدرجة يفل المايك يا سلمان الشمري طيب تسعة اكس تربيع ناقص اكس زائد خمسة تسعة اكس تربيع ناقص اكس زائد خمسة لا لا عادي حصل خير اذا شباب تسعة اكس تربيع ناقص اكس زائد خمسة وش اكبر اص في المعادلة خلنا ناخد المرة الثانية تسعة اكس وست اثنين ناقص اكس وست واحد زائد خمسة اكبر اص كم يا شباب نعم اكبر اص الاثنين اللي هو موجود فوق الـ X هل في أكبر من الـ 2؟ لا يوجد أكبر إذن الدرجة هي الدرجة الثانية الدرجة الثانية الدرجة الثانية تمام؟ أبطيك ما العافية طيب بيه نقطة قبل لا أكمل نحن عرفنا أنه أنه الـ S بالعادة يكتب طيب لما يجينا الـ X ما عليها S أو الـ Y ما لها S أو Z ما لها S ما فوقها عدد يعني كم الـ S حق يا شباب؟ أها؟ تمام؟ أعطيك ما العافية أعطيك ما العافية نعم اللي ما عليها S فالـ S حقها واحد واللي ما لها معامل ما جنبها معامل ما جنبها عدد يعني فالمعامل حقها أيضا واحد إذن هذه قاعدة رياضية إذا أتى الحرف بدون S فالـ S حقه واحد وإذا أتى أيضا بدون معامل يعني ما جنبها عدد فالمعامل حقه واحد هذه قاعدة رياضية طيب إذن طلعنا الحدود وأوجدنا هذه الدرجة أيضا قلنا أنه أكبر S في المعادلة هذه والاثنين إذن الدرجة الثانية تمام طيب اللي بعدها المعاملات المعاملات خلونا نوقف يا شباب نرجع مرة ثانية لحدود إذا كان عندي حد يا شباب فأنا عندي معامل إذا عندي حدين فأنا عندي معاملين إذا عندي ثلاثة حدود فأنا كم عندي معامل عندي ثلاثة معاملات نرجع للحدود هنا كم عندي حد يا شباب الحد الأول الحد الثاني الحد الثالث ثلاثة حدود عندي ثلاثة حدود إذا لابد إني أوجد ثلاثة معاملات لا بد أوجد ثلاثة معاملات هنا في المربع هذا لأن كل حد له معامل كل حد له معامل ورح تبين معنا الحاليين طيب X تربيع 9x تربيع المعامل هنا كم 9x المعامل كم شباب كل أعد نعم كلما عدد المعاملات تكون بعدد الحدود المعاملات تكون بعدد الحدود ليس لأنه دائما لكل حد معامل لأنه لكل حد معامل إذا كان عندي حد فأنا عندي معامل واحد إذا عندي حدين فأنا عندي معاملين إذا عندي ثلاثة حدود فأنا عندي ثلاثة معاملات طيب إذا عندي مليون حد فأنا عندي مليون معامل تمام طيب وامتالي شباب أبعطيك معامل صحيح المعامل أول هو عبارة عن 9 هو عبارة عن 9 لو تلاحظون حنا قلنا الأس يأتي فوق الحرب صح ولا هنا ركزوا معي والمعامل يأتي بجانب الحرب مثلا هنا الأكس تلبيع قلنا الأس حقها اثنين المعامل حقها كم لمضروف بالأكس وشو تسعة إذا المعامل للحد الأول هو عبارة عن تسعة وأيضا المعاملات نفس الحدود نضع بين كل حد وحد نضع بين كل حد وحد يا شباب فاصلة طيب إذن أوجدنا الحد الأول عبارة عن عبارة عن تسعة هو عبارة عن تسعة العدد المضروف في الأكس تربيع طيب ننتقل للحد اللي بعده الحد اللي بعده ايش يا شباب قبل المايك الحد اللي بعده سالب اكس سالب اكس المعامل حق سالب اكس كم يا شباب أها يعني الجميع متفقا واحد بس اختلفت الإشارة السالبة لموجبه لحظة طيب ركس ماء ركس ماء ركس ماء ركس ماء أعتكم العافية مشاركة سالب اكس الاكس هذا بيجانبها عدد هل بيجانب الاكس عدد مكتوب لا ما جانبها عدد إذا كان ما ما يوجد جانبها عدد إذا المعامل الحقية كم؟ إذا ما كان جانبها عدد المعامل الحقية كم؟ ممتاز المعامل حقها واحد إذا ما بيجانبها عدد فالمعامل حقها واحد تمام؟ إذن ما نختلف إن المعامل واحد لكن هل لها إشارة حتى هي اشارة هذا المعامل هو عبارة عن سالب واحد السالب هي أشارة الخيوة فجعلت تكتبها سواء كانت مؤشرين أو سالب الا بلا تكتب بيuan وحسب حيث يיך تفق Capitol المعامل حق الفئوة طالما أنه ما جنبها عدد فالمعامل حقها واحد تمام؟ إذن الحد الثاني أوجد المعامل حقه هو استضح لنا أنه سالب واحد نتجه أيضاً للحد الأخير الحد الأخير عبارة عن إيش؟ عبارة عن خمسة المعامل الحقه كم؟ خمسة لأن المعاملات هي أعداد أصلاً المعاملات هي عبارة عن أعداد آها في إزمالة خالد يقول موجب خمسة صح يا خالد هو موجب خمسة لكن هل يشترض أن يكتب علامة الموجب؟ ها؟ هل يشترض أن يكتب؟ ما هو شرط لأنه أي عدد ما تلاقي جنبه إشارة فأنت دهركت المعروف أنه موجب لكن للسالب لابد من كتابة إشارة السالب يعني الموجب ما هو شرط تكتب شرط موجب ولكن السالب لابد من كتابتها السالب لابد من كتابتها تمام؟ تمام يا شباب إذن لو تلاحظون حالياً أنه أوجدنا الحدود وأوجدنا الدرجة وأيضاً أوجدنا المعاملات إيش اللي باقي عندي؟ باقي المعامل الرئيسي المعامل الرئيسي أنا لما أقول معامل فهو عدد أنا لما أقول معامل فهو ديريكت عدد طيب وش هو المعامل الرئيسي؟ آها زميدكم معالي البوري يقول أكبر عدد لا 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 تستعجب لا تستعجب رح نأخذ قبل شوي حنا أخذنا تعريف الدرجة صحي شباب؟ أو لا؟ رح نأخذ أيضاً الآن تعريف تعريف المعامل الرئيسي نأخذ تعريف المعامل الرئيسي المعامل المضروب في الأكبر والسم تماماً شو؟ هذا اللي نخطي كويس يعني ما هاي تعلقون ها؟ في الأكبر ها؟ طيب يا شو؟ إذن المعامل ركزوا معي المعامل الرئيسي هو المعامل المضروب في الأكبر والسم طيب لحظة قبل لا تيجي الإجابات العشوائية ارجع لمعادلة ارجع لمعادلة ارجع لمعادلة المعادلة عبارة عن 9x تربيع ناقص 9x والس 2 ناقص x والس 1 زائد 5 أكبر والسم والشي ما هي الأكبر السن؟ في المعادلة هذه يا شباب x تربيع x تربيع x تربيع الأكبر السن x تربيع أنا ما قلت الأكبر لا قلت الأكبر السن الأكبر السن هي x تربيع هي x تربيع ايش المضروب في ال x تربيع؟ ها شباب المضروب في ال x تربيع 9 إذن المعامل الرئيسي هو عبارة عن 9 المعامل الرئيسي هو عبارة عن 9 قبل أن 9 جنور سأعيد مرة ثانية ليش أخترت الـ 9 هنا؟ هل لأنها أكبر عدد موجودة في المعادلة؟ هيا شباب، أنا أخترت الـ 9 لأنها أكبر عدد؟ لا، لم أخترت أنها أكبر عدد، لا اخترتها لأنها مضروبة في الأكبر أسن هل هي X تربيع؟ طيب، لو كان ما كانت 9 هنا واحد لو كان ما كانت 9 واحد إيش رح يكون المعامل الرئيسي؟ رح يكون الـ 1 ليش؟ لأنه المضروف في الأكبر أوسن على العموم نحن أنهينا المعادلة الأولى رح نأخذ المعادلة الثانية اللي كان عنده إشكالية في المعادلة الأولى كاملة ركز معي في المعادلة الثانية وراح تبام معك بإذن الله تمام؟ فرح نأخذ معادلة الثانية معادلة الثانية عبارة عن 11 ناقص 2 X 11 ناقص 2 2 2 X تمام يا شباب؟ طيب كم عندي حد يا شباب؟ المعادلة هذي من أقصر معادلة 800 تمام عندي حدين الحد الأول عبارة عن كم؟ عن هيا شباب حد الأول 11 وحطيش بعده فاصل طيب مقبق 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 ممتاز يا عبد الرحمان الزهراني 11 يندلي تحتي قاعدة ها؟ نعم يا شباب أعطيكم العافية متازين 11 يندلي تحت قاعدة ثابت ليش ثابت؟ لأنه لأنه عدد يندلي تحت قاعدة ثابت لأنه عدد تمام؟ إذا الحد الأول عبارة عن 11 الحد الثاني عبارة عن كم يا شباب؟ الحد الثاني ها؟ إيش الحد الثاني يا شباب؟ سالب 2x يا تمام؟ النقطة هي ركزة عليها سالب السالب لا تنسى سالب 2x سالب 2x ولو لاحظتم يا شباب أنه بين الحدين كان يوجد إيش؟ كان يوجد إشارة اللي هي إشارة إيش؟ إشارة السالب أنا قلنا قبل شوي دائما دي بس فرق بين الحدود أنا ما أعرف الحدود الشيء لكن أبغى أفرق بينها فدائما بين كل حد وحد إشارة إما موجبة أو سالبة إما موجبة أو سالبة إذن في كثرة الحدود المعطاها لي في هذا المثال الذي عبارة عن 11 ناقص 2x يوجد لدي حدين الحد الأول هو عبارة عن 11 وهو يندلي تحت قاعدة ثابت لأنه عدد الحد الثاني عبارة عن سالب 2x يندلي تحت قاعدة يا شباب سالب 2x نعم صحيح حاصل ضرب ثابت متغير حاصل ضرب ثابت متغير ليش؟ لأنه عبارة عن ضرب عدد اللي هو سالب 2x اللي هو حرب تمام؟ لحد الأمر تمام يا شباب؟ طيب ننتقل لي بعد الحدود إيش هي؟ بعد الحدود الدرجة من يقول لي؟ راح مخمق على السؤال إيش درجة المعادلة أشبه ها تمام الجميع متفق عننا واحد راح نقرأ معادلة نشوف 11 ناقص 2x أس كم الأس الأس عليها أس لا ما عليه أس إذن الأس حقها كم واحد امتاز يناصر إذن الدرجة كاملة عبارة 11 ناقص 2x أس واحد هل يوجد أس أكبر من الواحد لا إذن درجة المعادلة هي كم هي واحد تمام يا شباب أعطيكم العافية ممتازين جدا طيب حاليا أوجدنا الحدود وأوجدنا أيضا وأوجدنا الدرجة الأمور تمام طيب ويش باقي عندي باقي عندي معاملات قبل لا أنتقل المعاملات ممتاز يا خالد حسن ممتاز إحنا قلنا بعدد الحدود تكون عدد المعاملات يعني عندي حد فأنا عندي معامل حدين معاملين ثلاثة حدود ثلاثة معاملات أنا هنا كم عندي حد شباب عندي عبارة عن أنا حدين الحد الأول 11 والحد الثاني عبارة عن سالب 2x طيب معامل حد الأول 11 ويش المعامل ها شباب نعم 11 كيب نفسها معامل لأنها عدد المعامل الأول هو عبارة عن 11 ونظر بعد إيش فاصلة طيب الحد الثاني هو سالب 2x إيش المعامل ممتازين يا شباب ممتاز يا سعيد الغامضي ممتاز سالب 2 سالب 2 إذن يا شباب أوجدنا أوجدنا المعاملات المعامل الأول هو عبارة عن 11 والمعامل الثاني عبارة عن سالب 2 سالب 2 تمام إيش اللي باقي عندي حاليا باقي عندي المعامل الرئيسي المعامل الرئيسي قبل لنرجع للمعادلة نستذكر أن المعامل الرئيسي هو المعامل المضروب في الأكبر أسن الأكبر أسن في المعادلة هذي إيش هي سالب 2x والسواحد إيش المضروب في الـ x السواحد هنا هنا الـ x السواحد المضروب فيها كما شباب سالب اثنين سالب اثنين إذا المعامل الرئيسي عبارة عن عبارة عن سالب اثنين عبارة عن سالب اثنين تمام يا شباب تمام يعطيكم العافية لا أموركم تمام ما شاء الله وأتوقع أنه الدرس تضح أنه سهل للجميع يعني ما في ذلك الصعوبة رح نأخذ آخر آخر كثيرة حدود أو آخر معادلة عبارة عن X كل الدرس بإذن الله سهلة ركزوا ولا عليك ولا تشيل هام مرة أخذها مني X و الثلاثة زائد خمسة X ناقص ثلاثة تمام إذن X و الثلاثة زائد خمسة X ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة تماما شباب إذن رح نوجد الحدود من يقول لي أول حد عبارة عن إيشي شباب صحيح يا ناصر ثلاثة حدود عندي بس عشان ما نخبط على الشباب اللي باقي عندهم إشكالية رح نأخذها حبة حبة X الثلاثة زائد خمسة X ناقص ثلاثة فلتعلم أنه دائما بين كل حد وحد إشارة سالبة أو موجبة إشارة سالبة أو موجبة طيب يا شباب الحد الأول عبارة عن نعم صحيح الحد الأول عبارة عن X و الثلاثة ونضع بعده فاصل طيب نوقف الثلاثة الثندري تحتي قاعدة يا شباب متغير ليش ليش متغير صحيح لأنه حرب يعطيك ملعافة طيب ما رح نطول عند النقاط هذي صارت أسرع من قبل الثاني الحد الثاني يا شباب باقي عندي موجبة بخمسة X ناقص ثلاثة إش رحب الثاني خمسة X صحيح خمسة X ممتاز عطيك ملعافة خمسة X نضع بعد هيش بشباب فاصلة طيب نوقف الخمسة X تندري تحتي قاعدة نعم صحيح حاصل ضرب حاصل ضرب تابس متغير ليش؟ ها؟ لأنه خمسة X الخمسة عبارة عن عدد مضروب في الـ X الـ X عبارة عن حرب إذا الخمسة ثابت والـ X متغير إذا هو حاصل ضرب ثابت في متغير ننتقل للأخيرة وما باقي اللي هي عبارة عن سالب ثلاثة سالب ثلاثة لا ما شاء الله تفاعل جيد ما شاء الله يعطيك ملعافة شباب سالب ثلاثة هي عبارة عن ثابت هي عبارة عن ثابت لماذا؟ لأنها عدد عدد لأنها عدد إذن أوجدنا الحدود أوجدنا الحدود طيب اللي بعد الحدود يا شباب الدرجة منيقولي ها الدرجة المعادة هذي كم ها ما راح أجاب على طوي اكتبوي خلنا شو لأشارة الأكتابة تمام تمام نعم صحيح ثلاثة ثلاثة ليش لأنها أكبر لو تلاحظ ثلاثة زائد خمسة ثلاثة ناقص ثلاثة فأكبر أسف المعادة هذي كاملة هو عبارة عن ثلاثة إذن درجة المعادلة هذي هي الدرجة الثالثة طيب لبعدها المعاملات قبل لا أجب معاملات سوف كم عندي حد يا شباب كم حد عندنا احنا كم عندنا حد ثلاثة حدود إذن لابد أني أوجد ثلاثة معاملات لابد أني أوجد ثلاثة معاملات طيب نبدأ بأول حد حد الأول إكس والثلاثة إيش المعامل حقه هل في عدد مضروimi في الإكس يا شباب ما في عدد مضروimi إذن المعامل حقه كم واحد إذن المعامل الأول هو عبارة عن واحد ونضع فاصل نجب بعدها الحد الثاني وعبارة عن خمسة إكس إيش المعامل هنا خمس صحيح مفاصل أخيرة الحد الأخيرة أشباب إيش المعادة معامل أخيرة معامل أخيرة عبارة عن سالب ثلاثة ركزوا لي على إشارة فيه ناس تكتب دون إشارة سالب ثلاثة سالب ثلاثة فإنما ما يجذل هي أصلا فهي سالب ثلاثة سالب ثلاثة هو بنفسه هو بنفسه معامل إذن أوجدنا الحدود وأوجدنا الدرجة وأوجدنا أيضاً المعاملات إيش باقي عندي باقي المعامل الرئيسي. وقف. استوب شباب. حنا قلنا ان المعامل الرئيس هو المعامل المضروف في الاكبر والسنة. ايش المعامل الاكبر والسنة يا شباب? اكس والسنة زائد خمس اكس ناقص ثلاثة. ايضا اكبر والسنة هي اكس والسنة. ايش المضروف في الاكس والسنة? ما مكتب جنبها عدد. اذا ايش المضروف فيها? مضروف فيها واحد. اذا المعامل الرئيسي وشو شباب واحد كده صلى الله وسلم على نبيه محمد كده يكون أنهينا درس اليوم قبل أن نقول أنهينا اللي ما فهم أو عند استفسار أو عند نقطة معينة يكتب في الشافة شباب كده أنا أقول لك إنه تقريبا أنهينا أول درس بكر راح يكون بإذن الله فيه الجمع وطرح كزيرات الحدود وطرح كل الأمور بداية ما في شيء صعب نهائيا أنت بس أخذ الأمور برواقان وركز وكل شيء تمام بإذن الله فحاليا أحد عنده إشكالية أو أحد عنده سؤال بس لو عيداش خلني يرجع شرح التعريف تعريف هايش بالضبط يا فيصل ها فيصل أمطيري وإياك بعطيك معافة شباب الحاصب طيب وما يبدأ تعريف إحنا قلنا أن الحد يتكون من ثلاثة أشياء يتكون من ثابت وهو عبارة عن أي عدد أي عدد يسمى ثابت أي عدد يسمى ثابت إذا وجدت عدد لوحدة فهو ثابت ثانيا ذلك أو يتكون من متغير طيب وش هو متغير قال لك المتغير هو عبارة عن أي حرف أي حرف تمام أي حرف يسمى يسمى متغير إذن عرفنا أنه الثابت هو عبارة عن عدد وعرفنا أنه متغير هو عبارة عن عن حرف المرهضة تمام طيب الثالثة I should say قال لك الثالثة حاصل ضرب ثابت في متغير حاصل ضرب ثابت في في متغير أنا لما أقول ضرب ثابت في متغير ما معناتها؟ الثابت وش هو وصل؟ الثابت وش هو وصلها؟ هاي شباب الثابت هو عدد في متغير وش المتغير؟ المتغير هو حرف فأنا لما أقول لك حاصل ضرب ثابت في متغير فأنا معناك أن أقول لك حاصل ضرب عدد في حرب حاصل ضرب عدد في حرب شلون أو بأي طريقة أو مثل قالت مثل مثلا قد دعا مثل مثلا موجود ثلاثة X ثلاثة X هذه هي عبارة عن حاصل ضرب ثابت في متغير الثلاثة X هذه هي عبارة عن حاصل ضرب ثابت في متغير شلون عبارة عن ضرب حاصل ثابت في متغير الثلاثة عبارة عن إيش ثابت هو عدد والمتغير الـ X عبارة عن إيش؟ عبارة عن متغير حرب هل بين الثلاثة والـ X إشارة؟ هل بينهم إشارة؟ طالع بينهم ما في إشارة فإذا ما كان بينهم إشارة العلامة علامة إيش؟ علامة الضرب دائما خذ قاعدة عندك إذا جاءت عدد بجانب حرب وليس بينهم إشارة فالعملية عملية الضرب فأنا لما أقولك ثلاثة X إيش معناتها؟ يعني معناتها الثلاثة مضروبة في الـ X الثلاثة ثابت والـ X متغير والـ X متغير إذن ثلاثة X هي عبارة عن حاصل ضرب ثابت متغير هي عبارة عن حاصل ضرب ثابت متغير سؤال ثاني يا شباب؟ أحد عنده استفسار ثاني؟ ها؟ طيب طيب بالتوفيق بما أنه الدرس الوقت انتهى ودرسنا كملنا تفضل يا خالد تفضل يا خالد خالد الشم السوارك تبقى دقيقة على نهاية المحاضرة الله يعافيك يا شباب المعامل الرئيسي المعامل الرئيسي المعامل الرئيسي تعريف الموجود أمامك يا خالد تعريف المعامل الرئيسي موجود أمامك هو المعامل المضروب في الأكبر أسن هو المعامل المضروب في الأكبر أسن أنا لما أقول معامل فهو عبارة عن عدد لما أقول معامل فهو عبارة عن عدد اللاكبار اس adalah عاش واشي اللاكبار اسم يعني مثلا هنا في المعادل الولاد تسع اكس تربيع ناقص اكس واحد زائد خمسة اللاكبار اسم هي ايش هي الاكس تربيع هي الاكس تربيع هي الاكس تربيع الاكس تربيع تين اكبر اسم طيب ايش المضروف الاكس تربيع. ايش انج definition getsmith? ايش الجنب الاكس تربيع? التسعة نعم اذا المعامل الرئيسي هو المضروف الإكس تربيع هو التسعة نجي لبعدها 11 ناقص إكس والس واحد إذن الأكبر السن هي عبار عليه عن إكس والس واحد ليس المضروف الإكس والس واحد؟ ليس المضروف الإكس والس واحد؟ هنا إثنين إذن المعامل الرئيسي هو إثنين لماذا اخترناه؟ لأنه المضروف الأكبر collector المعادلة الأخيرة إكس والثلاثة زاعد خمسة إكس ناقص ثلاثة X3 زائد 5X1 ناقص 3. الأكبر السن كم هنا؟ الأكبر السن إش هي؟ X3. X3. هذي أكبر الشن. إيش اللي مضروف في X3؟ جنبها معامل؟ ما جنبها معامل. إذا معاملها كم؟ 1. إذا المعامل الرئيسي هو عبارة عن 1. تمام يا شباب؟ تمام. طيب. إذن راح أصور الورقة ورسل لكم بإذن الله. بإذن الله. طيب. لحد هنا انتهت محاضراتنا في أمان الله. نشوفكم بكرة إن شاء الله. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة